السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم أيها السابكون في دروس عن السابقين أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الأخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه هيا حفظ لنا ثلاث حلقات وتنتيل حلقات عشناها مع بعض طوال شهر رمضان عن علوه الهمة فالحقيقة المواضية علوه الهمة الحقيقة كتير جدا جدا ولا تنتهي أبدا ولو حبينا نستطرد في الموضوع دو ونتكلم فيه فمش هكفينا سنة ولا اتنين ولا تلاتة في مجالات علوه الهمة لكن حبيت طالما الأيام خلصت بالسرعة كده وربينا اجمعنا وإياكم كل رمضان على خير حبيت إن احنا نختم دروس علوه الهمة بتلت عناصر مهمين جدا علوه الهمة في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم علوه الهمة في محبة الله جل وعلا علوه الهمة في طلب جنة الرحمن سبحانه وتعالى هنبدأ لله دي بالحديث عن علوه الهمة في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عايز أسأل لحضرتك واسأل حضرتك واسأل كل المسلمين يا طرى بتحب النبي قديه قعد كده اسأل نفسك أكيد طبعا ما فيش مصرفة بيحبش النبي على السلام لكن لا اسأل نفسك بجد بحبه قديه طب تعرف إيه عن النبي الإنسان ما بحب حد بheحب يعرف عنه كل حاجة تعرف إيه عن النبي تعرف اسم النبي كامل تعرف النبي على السلام تولد إمت whats walet fin طب تعرف النبي هاجر إمت طبدا تعرف إمت طبت جوز كم محب طب عنده أولاد مين صلى الله عليه وسلم تعرف إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ب Cordelia يا جماعة النهات ده يعرفوا كتير جدا عن حياة اللعيب وحياة المطلب فلان وبيأكل ايه وبيحب ايه وبيكره ايه ويجاوز كم مرة وطلق كم مرة وسبحان الملك فمن باب أولا نحن نعرف كل حاجة عن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم يقولوا الحبيب كما في الصحيحين لا يؤمنوا أحدكم حتى أكون أحب إليه أحب أفعل تفضيل حتى أكون أحب إليه من والدي وولده ومن الناس أجمعين يقولوا جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بك أنت من نفسك صلى الله عليه وسلم يقولوا جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اخترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها اتمنى دلخلوا قدواك يا حلال لكن إذا كرب أحب إليكم من الله ورسولي وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين حقيقة يعني تعالوا نستطرد أمثلة جميلة جدا من محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد ما تصلى على حبيبك صلواته ربا وسلم عليك أبدأ بحديث الحقيقة أنا بسميه حديث المحب حديث رواد طبراني في الأوسط والصغير بإسناد الحسن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعايزك تتأمل معي كلمتها هذا الصحابي الجليل الذي لا نعرف اسمها فقال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس يا جمعين وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك خب بالك من كلمة فما أصبر فهو ممكن يقول ليسه يكون لسه مصالي مع الدهر أو العصر أو المغرب أو العش ورغم ذلك بقوله فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا ميت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة وأنا إذا ميت ودخلت الجنة يعني هو مش عات الهم بدخول الجنة لا هو عات الهم إنه ما يشوفش النبي وأنا إذا ميت ودخلت الجنة فإني أخشى أن لا أراك فسكت النبي ونزل قول رب العليه سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما بل وفي الحديث الذي له مسلم إن ربيع بن مالك ربيع بن مالك ذلك يحضر كل يوم ميت الوضوء اللي بتوضى بها النبي عليه الصلاة والسلام فحب النبي يكلمه فقال سني شيئا يا ربيع قال أسألك مرافقتك في الجنة خبالك سؤال ده كان مفاجئة يعني ربيع ما كانش قاعد مستعد والنبيع سنبي يقوله أسألك بكرة سؤال عن كذا فانت جاهز الإجابة بكرة لا ده في ساعته سألني شيئا يا ربيع أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله قال أو غير ذلك قال هو ذاك يا رسول الله قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله لأ ده أنا أحكي لك موقف يوضح لك قد إيه إن مجرد بس تكدير خاطر النبي عليه السلام كان يعتبر أكبر مصيبة في حياة الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا يعني حلف النبيع سامن ما يخش على أزواجه كلهم لمدة شهر فشاعة خبر كده شاعة إن النبي يطلق أزواجه والنبيع سامن ما كانش يطلق أزواجه فالمهم عمر بن الخطاب كان ليه صادق من الأنصار فلقى بالليل في عز الليله في وقت ما يجروش فيه عمال بيطرق على الباب طرق شديد خدوا بالكم في الوقت دوت كان ملك غسان ملك غسان كان بيجهز نفسه هو والجيش بتاعه عشان يغزو المدينة ويقاتل النبي والصحابة وهم الصحابة عمني حسابهم إن ملك غسان ده ممكن يجي في أي وقت يا بالليل يا بالنهار فلما طرق الرجل طرقا شديدا سيدنا عمر من كتر شدة الطرق تفزع فقال من قال فلان قال ماذا أجاء غسان خبالك يعني الطرق ده لا يناسبه إلا إن ممكن يكون فيه جيش داخل المدينة وعمال بيقتل في الناس أجاء غسان قال بل ما هو أشد وأهول من ذلك قال ماذا قال طلق النبي أزواجه يا الله يعني ما جاء غسان وتأثيره في المسلمين ما يسويش حاجة جنب إن النبي يتقدر خطره صلواته ربه وسلامه عليه وإلى آخر الحديث طبعا زهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أطلقت أزواجه قال لا فكانت مجارة إشاعة يعني بس تشاك في الموضوع إن سيدنا عمر قال أجاء غسان قال بقى ما هو أشد وأهول من ذلك قال ماذا قال طلق النبي أزواجه صلى الله عليه وسلم تعالي أحكي لك برضو موقف تاني يوضح لك مدى محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم زايد بن حارثة تعرفين إن أمه هو صغير كانت خارجة به في زيارة لبعض أخوالي فالمم طلعت عليهم قبيلة يعني رصوصه كده فغاروا على القبيلة وأخذوهم فأخذو زايد بن حارثة وبعوه في سوق عقاز في سوق عقاز اشتراه حكيم بن حزام ودال عميته ليه خديجة بنت خالد فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت إن نبي صلى الله عليه وسلم بيحب زايد بن حارثة رحت مداله هديه قيت له هدية لك فنبي صلى الله عليه وسلم قال لك من المنظر بقى فلما راح يحج إيه اللي حصل شاف هناك زايد بن حارثة فرجع قال لأبوه لأسرته قال لهم ده أنا وجدت زايد بن حارثة إن كان عمين بقالهم سنين بيدوروا عليه قال لهم وجدت زايد بن حارثة وكده فإيه اللي حصل أبو زايد بن حارثة وعمه راحوا واخدين مبلغ كبير جدا وراحوا نازلين على مكة أول مواصر هناك سألوا زايد بن حارثة فين قالوا عند فلان الفلاني راح للم يعني على السلام وقال له يابن بني هاشم يعني أنتم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 في وقت يعني لم يكن متعودا أن يأتي فيه إلى أبي بكر فأول ما شاف أبي بكر فقال بأبيه هو وأمه والله ما جاء إلا لأمر هام فيعني جاي في وقت مش متعودي فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن الله قد أذن لي بالهجرة وإذا بأبي بكر يبكي ويقول الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا أبا بكر يقول أمنا عيشة فوالله ما رأيت أحدا يبكي من شدة الفرح إلا عندما رأيته أبي وهو يبكي من شدة الفرح بيبكي فرحان اللي قد معه ده هو عارف أن السيوف اللي بره مستنيع عشان تقتله هو والنبي عارف أن الدنيا كلها منتظرة أنها تقتله وتقتله النبي عليه السلام ورغم ذلك كان فرحان بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أبو بكر مع النبي عليه السلام يمشي قدامه مرة وراء مرة عن يمينه مرة عن يساره مرة فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا بكر الله شكرا 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 في يوم من الأيام حبيبك صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات كان يعني بيجهز بقى الصف كده ويطمئن على حوال الجنود فالجنود واقفين كلهم ماشا الله جنب بعض فنبع السلام ماسك عن صغير الزنطوطة كده وعمال بيتطمن على ان الصف وقف مرسوس صح فكان في واحد من الصحابة اسمه سوادي بن غزية سوادي بن غزية يعني كانت المشكلة عنده انه يعني بطنه يعني دي كرشة بطن مرتفعة قدام شوية فنبع السلام عدى بالعصاية فجدت رح تصدد في بطني مين سوادي بن غزية ابن غزية فقال استوي يا سوادي يعني عايزه اقول له قف الصف عيدل استوي يا سوادي فسوادي قال له ايه لقد اوجعتني يا رسول الله انت العصاية بتاعتك جدت في بطني اوجعتني يا رسول الله اقيدني منك يا رسول الله يعني خليني بقى ان اقتص منك زي ما ضربتني انا كمان اردلك الضرب تخيل بقى طوابعنا طبعا الصحابة كان مستهربيب عارفوش اللي يحصل يعني شفت وضعه رح مد العصاية لسوادي بن غزية ورح كشف له بطنه فرح سوادي رح حاضن بطن النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يقبل في بطن النبي ويبكي فالنبع السلام استغرب ماذا تصنع يا سوادي قال يا رسول الله حضر ما ترى وده بقى هنخش نجهد في سبيل الله فممكن نتقتل فاحبكت ان يكون اخر العهد ان يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغا ما تصربوش على الامثلة الجميلة اللي احنا بدي حكيها عن محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الكون ده كله بالجمادات بكل ما فيه تفاعل مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم حديث روال بخاري النبع السام ماشي هو الصحابة بجوار جبل احد واذا به يقول احد جبل يحبنا ونحبه يا جبل احجارة وطوب وظلط لكن دي احسيس احد جبل يحبنا ونحبه ويطلع النبع سنفق جبل احد بعدها بفترة كما في البخاري ومسلم يطلع هو ابو بكر وعمر وعثمان واذا بالله اشتركوا في القناة 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 يعني يوم اليام إن شاء الله كده لما ربنا يكرمنا وكرمكم ونكتبع إن شاء الله في الجنة إن شاء الله كده عزمكم على أكل من النخلة دي إن شاء الله وربنا يجمعنا إياكم في الفردوس الأعلى إن شاءت في الموضوع أن في رواية ثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجزع والذي نفس بيدي لو لم ألتزم الجزع لظل يحن ويبكي إلى خيام السعن كان الحسن رضي الله عنه ورضاه إذا حدث بهذا الحديث يبكي ويقول سبحان الله جماد يحن للنبي صلى الله عليه وسلم وقلوب لا تحن إليه بأبيه وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف موقف تاني من مواقف الصحابة مع نبع السلام في يوم غزوة أحد يوم غزوة أحد لما نبع السلام أمر الرماء هم يفضلوا على جبل الرماء ولا ينزلوا حتى لو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هتخطفوا بالطير في بداية الغزوة كانت المصر فعلا مع نبع السلام والصحابة وبدأوا يجمعوا غنائم فالصحابة تأولوا المسألة قالوا خلاص رجزوة انتهت فنزل الاربعين وفضل عشر مين اللي لمحهم في اللحظة دي وكان لسه مشرك خالد بن الوليد ورح لافف من وراء الجبل واستطاع هو والمشركين قتل سبعين واحد من خيرة الصحابة وبعد كده راح عشان يقتلوا النبع السلام النبع السلام كان قبلها مباشرة كان هم عملوه شراك كده خديعة كده في حفرة فوقع فيها النبع السلام وانكسرت ربعيته وشج جبينه ونزفت دمه الشريف من وجه النبي صلى الله عليه وسلم فنادى النبي على أصحابه وكان متعبا جدا فنادى على أصحابه فاجتمع تسعة سبع من الأنصار واثنان من المهاجين والحديث روى مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم من يقاتل المشركين اللي يقتلون لدولة من للقوم وهو رفيقي في الجنة فتقدم السبع من الأنصار الواحدة تلو الواحد فقتلوا جميعا وكان آخر واحد منهم اسم عمارة ابن يزيد ابن السكن أول ما تقتل فدل يزحف على أديه ورجليه لحد محط خده على رجل النبي صلى الله عليه وسلم فتعجق وكأنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورق يا رسول الله خطوة بخطوة لحد آخر قطرة في دم يا الله ثم نثل النبي كناناتا كنانة اللي فالسهام وأعطاها لسعد بن نبي وقص وقال ارم سعد في داك أبي وأمي طب خلصت السهم اللي مع سعد فما بقي إلا طلح ابن عبيد الله طلح ابن عبيد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم قال أنا يا رسول الله فتقدم طلح طلح ابن عبيد الله واحد يا جماعة يقاتل جيش بأكمله آه ليه دفاع عن النبي طب لو طلح في الوقت تا مش معظول يا جماعة واحد يا قوي هاب الجيش الزاك ودخل يقاتل مع أول دخلة ضد المشركين طياره صابع بالسيف فقال حس حس من شدة الألم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك وفي رواية أحمد لو كلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا فكان طلح ابن عبيد الله يشيل النبي ويرجع بيه بظهره وأول ما يلاقي المشركين قربه يحط النبي وينزل يقاتل ويرجع تاني حد ما وصل لصخرة ما قدرش يشيل النبي فأفاق النبي وصعد على الصخرة وقال كلمته الشهيرة أوجب طلحة اللهم أوجب لطلحة الجنة فكان من العشر اشتركوا في القناة شكرا شكرا بعدك جلل يا رسول الله كل شيء في الدنيا دي هون لو الأهل مات ولو الدنيا راحت الممن أنت تكون بخير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ضمن المواقف العجيبة والجميلة كما في الحديث الذي روال بخاري ومسلم إن ساعة صلح الحديبية أرسلت قريش عروة بن مسعود طبعا ده الكلام ده قبل ما يسلم أرسلت قريش عروة بن مسعود من أجل عقد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذهب هناك عايزة تفقد أحوال الصحابة هيقدروا يثبتوا مع النبي على السلام ولا هيسيبوا ويجروا فرأى أمرا عجبا رأى أمرا عجبا فعاد إلى قريش فقال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك والله لقد وفدت على الملوك لقد رأيت كسرى وقيسر والنجاشي والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم والله ما تنخم نخامة إلا سبق إليها كل رجل ووقعت في كفه إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه قبالك وما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره وما يحدون إليه الطرف تعظيما له صلى الله عليه وسلم وإذا توضأ كادوا يقتطلون على وضوء على ميت الوضوء فيش نقطة ما بتنزل هو بتوضأهم وغدين المية يمسحوا بها جسمهم صلى الله عليه وسلم وإذا توضأ كادوا يقتطلون على وضوءه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون الطرف إليه تعظيما له إجلالا كأنه عايزوا يقولهم إن لزيدورة لا يمكن يفرطوا في النبي صلى الله عليه وسلم فما تحولوش أن انتم تقفوا قدامهم رجى الله عن الصحابة أجمعين رجى الله عنهم وأرضان شاهد في الموضوع دي مواقف جميلة من مواقف محبة الصحابة للنبي السلام أنت أخبرك إيه بقى محبك للنبي فين علوه وهمتك في محبة النبي على السلام مش مجرد محبنا تشدق بيها وقول أيوة طبعا ده أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عندي أغلى من نفسي وأغلى واغلى عايزين الدليل عايزين الدليل يعني ان أنت يعني بتقول أنا بحب النبي إبقى تسمع كلام النبي إبقى لو النبي أمرك بأمر تنفزه لو بتحب النبي مش محجبة ليه لو بتحب النبي ما بتبرش أمك أبوك ليه صليش ليه لو بتحب النبي فين انت من سنة النبي لو بتحب النبي ما بتطلبش لين وفتدعو إلى الله عز وجل ليه لو بتحب النبي ليه ما بتحاولش تبلغ سنة النبي للدنيا دي كلها حتى تعبد الكون كله لله كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع النبي على الحوض لنشرب من يدي شربة ننيئة مريئة لا نظم أبعادها أبدا ثم يجمعنا معه في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر علي سبحانك اللهم وبحب